اشتركوا في القناة وأشهد أن محمداً عبده ورسله أما بعد فلازلنا أيها الإخوة المشاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واليوم نقف مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إفطاره على ماذا كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فطور النبي صلى الله عليه وسلم بسيطاً ويسيراً جداً فقد كان صلى الله عليه وسلم يفطر لا كإفطارنا كإفطار الناس اليوم إن شهر رمضان عند أكثر الناس اليوم هو موسم لجمع صنوف الأطعمة والأشربة فتجدهم على إفطارهم يأكلون صنوفاً شتى حتى إنهم ليصابون بالتخمة والأمراض وربما ينقلون إلى المستشفيات والمراكز الصحية بسبب كثرة تنوع هذه الأطعمة بعد خلو المعدة من الطعام طوال اليوم إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم للصائم بعد انقطاعه وتركه للطعام والشراب طوال يوم طيلة يومه وإلى غروب شمسه إن هديه أن يأكل الأشياء الحلوة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حسى حسوات من الماء كان صلى الله عليه وسلم يقول من وجد تمراً فليفطر عليه ومن لم يجد تمراً فليفطر على الماء فإنه طهور ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وصححه شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب رحم الله الجميع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل رطبات يأكلهن تمراً يأكلهن وتراً فإن لم يجد كان يأكل رطبات يأكلهن وتراً فإن لم يجد فتمرات فإن لم يجد حسى حسوات من الماء وقام فصل المغرب ثم عاد إلى طعامه والذي كان على الغالب طعاماً بسيطاً كاللبن والتمر والحساء وغير ذلك ولهذا نحن نجد الفرق بينما كان يتمتع به سلفنا الصالح من قوة ونشاط وبين حال أكثر الناس اليوم من كسل وتخمة وتثاقل عن الصلاة إن كثيراً من الناس اليوم بل أكثر الناس وللأسف الشديد يتركون صلاة المغرب لأنهم يجلسون على المائدة أمام صنوف الأطعمة فيملؤون بطونهم بالطعام وربما بالغوا في ذلك حتى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يصلون صلاة المغرب بعد ذهاب الشفق الأحمر وبعد دخول وقت العشاء يصلونها قبيل العشاء ويعطلون فريضة الصلاة في المسجد مع أن الله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك الجماعة في المسجد لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر رجلاً فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم الأعمى في ترك الجماعة بعد سماعه للأذان إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب منك يا مسلم يا عبد الله يا من آمنت بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً أن تأتي المسجد قبيل المغرب فإن لم يكن في المسجد تمر فلا أقل أن تجد الماء فتفطر على الوقت على رطبات أو تمرات والمساجد والله الحمد مليئة بالتمور في شهر رمضان أن تفطر مع المصلين وتقوم فتصلي المغرب ثم ترجع إلى بيتك وتعلم أبنائك أن خصوصاً القصر والنساء أن يفعلوا هذه السنة وأن يؤخروا إفطارهم ريثما تعود ثم يتناول الجميع طعام الإفطار ويتم طعام الإفطار وكان من هديه صلى الله عليه وسلم عند إفطاره أنه كان يغتنم ويهتبل هذه الفرصة الطيب المبارك ذلكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أوقات إجابة الدعاء وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره للصائم دعوة لا ترد عند فطره فقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم والمسافر والمظلوم الصائم والمسافر والمظلوم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند فطره وكان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي كان يقول صلى الله عليه وسلم ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ولا يمنع من الزيادة على الدعاء بأن تدعو بما يعود عليك بالخير بخيري الدنيا والآخرة لا بأس أن تدعو لنفسك بالمغفرة ولوالديك ولكل من له حق عليك لا بأس أن تسأل ربك أن يجعلك من عتقاء هذا الشهر وأن يوفقك لصيامه وقيامه وحسن العمل فيه إطعام الطعام وتلاوة القرآن وإدراك ليلة القدر والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان لكن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار هذا الدعاء ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أخرجه أبو داود والدار قطني والحاكم وحسنه شيخنا الإمام الألباني في كتابه العظيم إرواء الغليل وكان صلى الله عليه وسلم يفطر الصائمين ويأمر بتفطير الصائمين ويبين صلى الله عليه وسلم أن من فطر صائما فإنه لا ينقص من أجره شيئا وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم شيئا أن بعض الناس يظن أنه إذا فطر صائما فإن هذا الصائم فإن هذا فإن هذا الصائم قد أخذ أجره وهذا فهم خاطئ فإن أجرك أيها الصائم ثابت وتنال أجر من فطرك أو أجر من فطرته ولا ينقص من أجر الصائم شيئا ولو فطرته على شربة لبن ولو فطرته على تمرات فإن لك أجر تفطير الصائم وكان صلى الله عليه وسلم يدعو للمضيف أي للمفطر ولا يلزم من تفطير الصائم أن يكون الصائم فقيرا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في تفطير الصائم نعم لعل الأولى تفطير الصائم الفقير لأنه قد لا يجد ما يفطر عليه في رمضان لكن الأمر واسع يجوز تفطير الفقير وغير الفقير من صديق أو صاحب أو قريب ولكن لا تفطر إلا من كان مؤمنا تقيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لأن بعض الناس يظنون أنهم لو فطروا المفطرين في رمضان من غير عذر فإنهم ينالون هذا الأجر لا إن هذا الأجر إنما يحصل ويتحقق لمن فطر صائما أما من فطر مفطرا بعذر من مرض أو نحوه فنرجو الله عز وجل أن يكون له ثواب ذلك أو ثواب أن يكون له أجرا على ذلك يقول عليه الصلاة والسلام وقد كان يدعو لمن فطره ويأمر أمته أن يدعو لمن أحسن إليهم أو فطرهم أو ضيفهم كان يدعو صلى الله عليه وسلم وهذا من باب البر والإحسان ومن باب من أزد إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فقولوا جزاك الله خيرا كان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن فطره بقوله أفطر عندكم الصائمون أي وفقكم الله وجعلكم سببا لتفطير الصائمين وذلك لما في تفطير الصائمين من أجر وثواب عظيم أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم ورزقكم الله وأكل طعامكم الأبرار أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة إذن ثلاث كلمات أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وليس الفجار وقد ذكرنا حديث لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقيه وصلت أي دعت لكم واستغفرت لكم الملائكة يا له من دعاء عظيم أما زيادة وذكركم الله في من عنده فهذه زيادة ضعيفة نص على ضعفها أئمة الحديث في القديم وفي الحديث وأنها لا تصح على اعتبار أنها جزء من هذا الحديث لكن قد تصح من باب الدعاء أما من باب أنها جزء من هذا الحديث الصحيح فليس الأمر كذلك وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا لمن يفطر صائما اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم الدعاء بالبركة في الرزق أن يعوضه الله عز وجل خيرا على ما أنفق خيرا فوق ما أنفق واغفر لهم وارحمهم وأن يكون ذلك سببا في مغفرة ذنوبهم ورحمتهم أخرجه مسلم وكذلك من الأدعية اللهم أطعم من أطعمنا وسق من سقانا اللهم أطعم من أطعمنا وسق من سقانا كلها أدعي طيبة مباركة بالتعويض والخلف الخير المبارك على هذا المطعم وهذا المنفق فلا ينبغي أن نجحد أن نجحد فضل الآخرين ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في تفطير الصائمين وقد كان كثير من السلف إذا لم يجد من يفطره كابن عمر رضي الله عنهما خرج بفطوره إلى المسجد خرج بفطوره إلى المسجد ليفطر أهل المسجد الصائمين وبعضهم بقي عشرات السنين لا يفطر إلا أن يكون مفطرا لصائمين يعني لا يفطر مع أهله فسلفنا الصالح كانوا يعتقدون أن هذه من أجل القرب في رمضان فرمضان شهر صيام وقيام وصدقة ونفقة وتفطير للصائمين وإطعام للطعام جعلنا الله وإياكم أيها الإخوة المشاهدون من الصائمين ومن المفطرين ومن المتصدقين ومن من يؤدي حق الله تعالى في هذا الشهر الكريم العظيم صياما وقياما وتلاوة للقرآن وإحسانا للخلق إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم وإلى لقاء في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر